بالمناسبة كمان نهاردة كان التأسيمة تأسيمة قوية جدا بالنسبة للجهاز الفني مع اللعبة والتأسيمة كان فيها بعض الأمور الخططية والتدريبات المتنوعة من قبل بيتسو موسيمانو قدامنا كمان حراس المرمة مصطفى شبير وحمزة علاء واحد الحراس كمان الصعادين من قطاع الناشئين في ظل ان كمان علي لطف حاليا مش بيشارك يعني بشكل أساسه قدامنا هو بعض التدريبات ليه خاصة لعلي لطفي لأنه كان في فترة الأخيرة كان فيه إصابة كده بسيطة وكان فيه برنامج تأهيلي في الجيم فبالتالي النهاردة كان بيأخذ تدريبات تخصصية مع ميشيل يانكون وكنا نهاردة شوفنا محمد الشناوي فيه التشكيلة الأساسية مع منتخبنا الوطني تركوا كمان الكابتن سايد النهاردة انتظم وكان موجود فيه التدريبات عاقب العودة من الإمارات وكانت رحلة مع أمير توفيق مدير التعاقدات بالنية للبحث ترتيبات معسقر الفريق والمهم كمان بخصوص المعسقر ده الاستعداد لكأس العالم للأندية عايز أقول لكم على حاجة بخصوص كأس العالم للأندية حتى هذه اللحظة النهاردة بنتكلم فيه 16 نوفمبر طبعا المفروض القرعة هتتعامل نهاية هذا الشهر بعد ما يتحدد باقي الفرق اللي تتأهل للبطولة لكن حتى هذه اللحظة الفيفا عايز يلعب البطولة في الخمستاشر يوم الأولى من شهر فبراير هل ده هيبقى معاد رسمي ونهائي دعا نعرفه الفترة الجاية لأن كمان الكاف كان قال هذا المعاد قد لا يناسب بطل إفريقيا نتيجة أن الاتحاد الإفريقي مرتبط ببطولة تكأس الأمم الإفريقية عاقب عودة الكابتن سيد هنشوف بقى خلال الساعات الجاية الترتيبات ولو كان فيه معلومات جديدة بخصوص الموعد بالتأكيد الكابتن سيد ممكن يكون نتكلم فيها مع مسؤول الفيفا اللي كانوا موجودين في أبو ظابي للاتفاق على ملاعب التدريب وفنادق لقوة بالنسبة للفرق المشاركة النهاردة كمان الجهاز الفني منح بيرستاو المالي أليو ديانج راحة من المران بعد وصولهم من بلادهم في ساعة متأخرة من مساء أمس بيرستاو كان بيلعب طبعا في غانا مع منتخب بلد وجنوب إفريقيا وللأسف طبعا كنا نتمنى أن بيرستاو يكون موجود في جولة الحاس مع منتخب جنوب إفريقيا لكن خسرت أمام غانا برقلة جزاء والمباراة لسه فيها كواليس كثيرة أليو ديانج كمان كان موجود راجع من المغرب جمن المغرب على مصر لأنه كان بيلعب مع منتخب مالي المباراة الأخيرة وكانت المباراة تبلاعب فيه طنجا في المغرب ومالي عمل نتاج رائعة في تصفيات كاس العالم مع قيادة المدرب المالي محمد ماجوسوجا يمكن 16 نقطة ما دخلش مرموهم أي أهداف أليو ديانج كان أساسي فيه المباراة قبل الماضية لكن المباراة الأخيرة ما بدأش فيه التشكيل الأساسي انتظموا في التدريبات وهيكونوا بقرة أو حصلوا النهاردة على راحة وبقرة هيكونوا موجودة إن شاء الله في التدريبات الجماعية طيب أما بالنسبة على علي معلول وبادر بنون ولويس ساميكي سوني نهاردة علي معلول عنده مباراة بالتأكيد مع تونس نتمنى له التوفيق إن شاء الله النهاردة في مباراة تزامبيا ونتمنى بالتأكيد تونس ستأهل مع علي معلول للمرحلة القادمة وأيضا بدر بنون هيرجع من المغرب كان بيشارك في تدريبات منتخب المحليين وموزنبيك كانت بتلعب منذ قليل مباراة بالتأكيد وكان لويس ساميكي سوني كمان موجود مع منتخب موزنبيك في تأكيدات إن السلاسة النهاردة هيكونوا موجودين بإذن الله يعني غالبا في عصر الغد وهيشاركوا إن شاء الله في تدريبات غدا لكن لويس ساميكي سوني هيصل مسائل الغد الغد فإن شاء الله هيكونوا جاهزين كلهم بإذن الله لمباراة يوم الجمعة أمام المولي العرب وده كده موقف الخماسي عندنا الحمد لله كواليتي يعني كل اللاعب الأجانب اللي في الأهلي على طول موجودين في الأجندة الدولية وبيشاركوا مع منتخبات بلادهم وده بيدل على قوة السكواد الموجود في فريق النادي الأهلي